في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 من شهر تموز الماضي اختر رئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق ليكون محطته الأولى بعد تصريح سابق له بأن طهران توله العراق اهتماما كبيرا دون غيره وهو ما عد تلبية لتصريح خامنائي الذي قال إن بزشكيان سيكمن مسيرة رئيسي في بغداد السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق قال إن زيارة بزشكيان سيتمخض عنها توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي كانت على جدول أعمال زيارة رئيسي إلى العراق قبل أن يلقى مصرعه جراء سقوط طائرته في شهر عيار عام 2024 مراكز دراسات أكدت أن ملف قانون انسحاب قوات التحالف الذي ناقشه البرلمان في وقت سابق سيكون حاضرا بقوة في جدول أعمال زيارة بزشكيان للعراق خاصة وأن طهران ترى بالعراق همزة وصل بينها وبين سوريا ثم لبنان ضمن ما يطلق عليه محور المقاومة وتعتبر إيران العراق حليفا استراتيجيا لمواجهة العقوبات الغربية وهو ما أكدته صحيفة Wall Street Journal التي كشفت في تقرير لها عن قيام نحو 20 مصرفا عراقيا بتهرب الدولارات إلى طهران وميليشياتها في المنطقة عضو مجلس الأمن القومي وسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني محمد مهدي شهرياري قال إن العراق يعد جارا استراتيجيا وحليفا رئيسا لنظام طهران وأن بزشكيان سيعمل على ترسيخ هذا التحالف مسعود بزشكيان الذي يحاول ارتداء عباءة الإصلاح سبق وأعلن خلال برنامجه الانتخابي أنه بصدد تحسين علاقات بلاده مع الغرب ومع هذا اختار بغداد رغم سجل إيران الحافل بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في العراق والذي تستخدمه حديقة خلفية وساحة للحرب بالوكالة اشتركوا في القناة